تعظيم سلام يا مصر يا بهية كل التحية للصنع والاغنية اللي فاتت دي اغنية جميلة جدا وفعلا تقريبا مصر زهقت من كتر ما احنا عملين نجرب فيها فعلا يعني فاض بيها واخر طبعا تجارب بنعملها وهو المجلس الشعب والشورى في موضوع الدستور والجدل طبعا لحضراتكم عارفين ومتابعين وكلنا لانه ده مستقبل مصر معايا فجرة الصحافة النهاردة يوم تمانية وعشرين مارس الفين واثناشر الاستاذ محمد طلعت الهواري الصحفي في جريدة المصر اليوم صباح الخير يا فن صباح الخير نبتدي على طول ونتكلم وإحنا من جوة الصحافة منبتدي من جريدة المصر اليوم صفحة أولى التأسسية تتعثر والعسكرية تدخل لإخماد الفتنة من الأخبار الصفحة الأولى المشير اجتمع جمهما السيل الأحزاب ولا اتفاق أنا أول مرة أخذ الأخبار واحد أضيف يقول خبر وأنا خبر طيب خليني أمشي زي ما أنا متعود أرجوك الأهرام صفحة أولى انقسام في اجتماع شورى الإخوان حول مرشح الرئاسة المصر اليوم صفحة أولى العسكري نحصل على 4.2% من ميزانية الدولة وندفع الضرائب ونخضع لرقابة المحاسبات الأهرام صفحة أولى انفراج أزمة البنزين واستمرار طوابير السولار المصر اليوم صفحة أولى الأوتوبيسات تعود إلى الشوارع بعد إضراب 15 يوما الأهرام صفحة أولى استجابة لمطالب أهالي النوبة تشكيل هيئة عليا لتنمية جنوب السد العالي الشروك صفحة أولى الأهلي يقاطع اتحاد الكرة ويشكوه للمحكمة الدولية أول خبر المصر اليوم صفحة أولى تأسيسية تتعصر والعسكر يتدخل لإخماد الفتنة أول خبرين معنا متعلقين بـ يعني أنا من أقول في الأيام دي لا صوت يعلو فوق تأسيسية الدستور هو الخبر المستحوز على كل الإعلام المصري سواء مقروق أو مسموع أو مرئي وده طبعاً لأهميته إحنا بنتكلم على دستور دستور مصر الجديدة مصر ثورة 25 يناير وبالتالي إحنا شايفين حالة من الجدل الموجودة هناك جدل سابق على تشكيل الجامعية الأسيسية كان هناك جدل على تشكيلها هتشكل إزاي كان هناك حديث عن 40% من داخل البرلمان و60% من خارجه 60% من داخل البرلمان و40% من خارجه ثم تم الاستقرار في النهاية على 50% و50% وبعدين ابتدادنا نتكلم أصلاً أنه الدستور ينشئ مجلس الشعب وليس العكس لا يفترض بالبرلمان أو لا يفترض بالبرلمان بشقيه مجلس الشعب ومجلس الشعب أنه هو يشارك حتى في وضع الدستور غير كده كمان لما جينا نشوف بقى كمان التشكيل نفسه بتاع اللجنة التأسيسية وصلنا في النهاية أن 50% من مجلس الشعب والشعب و50% من خارجه ويضم شخصيات عامة ونقابات ورؤساء أحزاب وموسين على أحزاب فخرج علينا الأمر أن في 30% من تشكيل الجامعية التأسيسية لوضع الدستور من حزب الحرية والعدالة الدراسية سياسية لجماعة الإخوان المسلمين وفيه مجموعة أخرى كبيرة جداً من حزب النور السلفي بالإضافة إلى الشخصيات اللي هي من خارج البرلمان منهم من هو متعاطف مع فكر جماعة الإخوان المسلمين منهم من هو محسوب على جماعة الإخوان المسلمين يعني هم مش قيادة تنظيمية في الجماعة أو مش عوضوا في الجماعة ولكنه محسوب عليها بشكل أو بآخر عايدين برضو نلاحظ أن بعد وهي دي المرحوظة اللي هم دايما بيقولوها أنها جماعة إحنا 30% بس لا يعني ما دي بقى الفكرة أنه آه يعني هم فعلاً 30% ولكن من هم خارج البرلمان هم محسوبين على فكر الجماعة أو على يعني أفكارها ومتعاطفين معها في كل الأحوال القوى السياسية سواء الليبرالية أو الشبابية أو اليسارية أو أياً كانت كلها بتجمع أننا في حالة اختطاف نعم بمعنى هناك اختطاف هناك أغلبية أو أكثرية في البرلمان كان هناك عندما نتحدث عن الرئيس التوافقي الذي شغل الرأي العام فترة طويلة جداً كانت جماعة الإخوان المسلمين حاضرة عندما نتحدث الآن على فكرة سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري وتشكيل حكومة اتلافية يتم الدفع برموز من جماعة الإخوان المسلمين الآن أصبح هناك تفكير في دفع رئيس من الجماعة وفي جدل كبير بيدور في هذا الأمر لمواجهة هذا الاستحواز القوى السياسية عملت مجموعة من المسيرات الاحتجاجية أمام محكمة دستورية وبعض المؤتمرات زي اللي شهادتهم بارح نقابة الصحفيين ثم تدخل المجلس العسكري وتم عقد اجتماع أمس ضم 18 من ممثلي الأحزاب وعضوي مجلس الشعب تمام في محاولة الإخماد هذه الفتنة يعني احنا شايفين في حالة القسام موجودة وفي محاولات شديدة جداً يعني مواجهة سيطرة الإسلاميين على اللجنة أسادة وفقاً لوجهة نظر الأحزاب القائمة والأمر وصل أيضاً إلى القضايا الإداري إن احنا بقى بنتكلم على تشكيل اللجنة دي وحكم بعدم شرعية هذه سيد محمد ما عليش حقطعك ثانية واحدة هو المفروض إن الناس عملت ثورة أو أي بلد في العالم يعني إن شاء الله حتى في المريخ لما عملت ثورة والمفروض إن هما بقى بيحطوا الدستور بقى الجديد مش المفروض إن ده عرص المفروض إن الدنيا كلها تفرح مش المفروض إن الصغير وكبير والأحزاب المختلفة بكل اتجاهات إن هي تبقى يعني في عندها نوع من الرؤية للمستقبل إن في أمل في الدنيا أكيد بس هي المسألة حد في الدنيا يسمع إن واحد بيعمل دستور في بلد ويروحوا المحكمة لا هو ده هقول لحضرتك على حاجة هو ده طبيعي جدا على الفكرة وكل اللي بيحصل على الأرض مصر ده طبيعي جدا طبيعي إذا شفتش أنا حد بيعمل دستور وبيقاوضوا بعض في المحكمة باشا ده طبيعي ده طبيعي جدا جدا طبيعي ده طبيعي جدا لأن في النهاية خالص هذا الدستور يجب أن يكون دستور توفقي فما ينفعش إن فيه طيار أو فئة أو أي حد أي أن كان بيستقفر بيه علشان يحط وجهة نظره أيا كان وبما يخدم مصالحه بقى إحنا مش بنتكلم مثلا في قانون معين ممكن نغيير إحنا بنتكلم في دستور حينظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتأخذية والقضائية فده مستقبل هذا البلد فلا يصح أبدا أي طيار أيا كان حتى اللي براليين أنفسهم لا يصح أبدا أنهم يعني يستحوزوا على هذا الأمر ولكن الكل يجب أن يكون ممثل فيه إحنا معنا خبر حتى هنقرام أخر شوية اللي هو بتاع استجابة لمطالب أهلي النوبة تشكيل هيئة عليا لتنمية جنوب السد العالم أيما لك أن تعلم مثلا أنه لا يوجد حد من النوبة ممثل في الجامعية تأسير الدستور لا ليس في النوبة بس في النوبة وفي سينة وحلاب وشلاتين والملايين اللي بر مصر والملايين اللي بر مصر يعني أصدي أن هذه اللجنة يجب أن تكون ممثلة لجميع أطراف هذا الشعب وطوائفه وعلماءه وموظفيه وكل الناس اللي موجودة في هذا الخبر اللي بعد كده برضو خاص به الإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة والأهرام سوف حول انقسام في اجتماع شورى الإخوان حول مرشح الرئاسة ده اللي احنا كنا نتكلم فيه أن كان الفترة اللي فاتت الجماعة كاب تتحدث أن احنا تعال بقى نرجع شوية بالشريط الغراء لما نتكلم على انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى لا احنا حننافس على 30% بس من مقاعد البرلمان لا احنا حننافس على 40% احنا حننافس على 50% بعد كده وصل انهم بقوا 47% من مجلس الشعب بعد كده ابتدت كلام على الرئيس التوافقي اللي احنا قلنا انه هو في صفقة ما بتتم بين الجماعة وبين المجلس العسكري وكلام ده دخلنا في جدل طويل جدا عنه بعد كده دخلنا فيه أمر جديد وهو فكرة الحكومة الاتلافية هنشكر حكومة الاتلافية برئاسة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهتضم مجموعة من قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين النهاردة اصبح التفكير بقى مش ان احنا بس هنسحب الثقة من دكتور كامير الجنزوري على الرغم من ان دكتورة فايزة بنجا وزير التعاون الدولي في البرلمان اكدت اكتر من مرة ان هذا حق اصيل للمجلس على قوات المسلحة بمجموعة بالإعلان الدستوري وبالتالي يعني انتو بتتكلموا في كلام فاضي للشول الإعلامي ومش هيسفر عن اي حاجة ولكن الجماعة مش بس بقى بتتكلم على سحب الثقة لا ده بتتكلم ان احنا هندفع بمرشح رئاسي وهو ده اللي بيتم دراسته حاليا داخل جماعة الإخوان المسلمين وقواعد الجماعة في المحافظات هل ندفع بمرشح من الجماعة ام ندعو مرشح من خارجه ومن هو هذا المرشح وهل سوف يكون له خلفية اسلامية ام لا في كل الاحوال هيتأخر هذا الامر ليوم 3 ابريل لحين ان يحسم تحسن جماعة الإخوان المسلمين رأيها النهائي في هذا الامر بعد اذنك انا بس قبل ما تنقل لموضوع اخر انا نفسي ان انا ما اقولش الكلام ده تاني ده انا حقوله دلوقتي وقللي لو انا غلطان ولا صح انا ليه طول الوقت بحس ان الإخوان المسلمين الهدف الرئيسي هو الامبراطورية الاسلامية في العالم العربي نفسي حضراتك والله الحرية والعدالة والإخوان المسلمين نفسي ما اقولوش تاني بس طول الوقت بحس ان هو ده الهدف الرئيسي ده بعد طبعا الصورات العربية ووصول الإخوان المسلمين في كل البلاد العربية اللي عمل حصل فيها صورة لتقريبا الحكم فالهدف طول الوقت مش عايز ابص للشعب زي الحزب الوطني زمان انا الهدف بتاعي ان انا اوصل للسلطة وامسك السلطة بسرعة وامسك اكبر بلد في العالم العربي وهي مصر هل انا اتوافقني الكلام ده اولا انا اتوافقا هو التهارات الاسلام السياسي بصفة عامة شهدت صعود كبير جدا بعد ثورات الربيع العربي بصفة عامة ولكن لما بنيجي نتكلم على جماعة الإخوان المسلمين هذه الجماعة كان لها شيء من النضال السياسي على مدار تاريخها في مصر ولا حد يستطيع ان ينكر ذلك ولكن عندما تلعب اللعبة بالقواعد الديمقراطية فيجب ان تقبل في النهاية يعني الرجود ولكن اللي احنا بنتكلم فيه هو فكرة الاستحواز وفكرة الاستحواز في النهاية خالص كلان شركاء في هذا الوطن والحزب الوطن كان برده طول الوقت عايز يستحوز على كل حاجة بالزبط يعني لا يجب الاستحواز ابدا بصنع القرار في مصر خصوصا ان احنا بنتكلم في عمر مهم جدا زي الدستور احنا طولنا في الموضوع ده لكن مهم لبلدنا المصري اليوم صفحة أولى العسكري نحصل على 4.2% من ميزانية الدولة وندفع الضرائب ونخطع لرقابة المحاسبات ده كان في لقاء الحقيقة مع مجموعة من الصحفيين واللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية عضو المجلس على قوات المسلحة الفترة الأخيرة كان فيه جدل كبير جدا برضو على مسألة وضع أو وضعية المؤسسة العسكرية في الدستور وفكرة الرقابة عليها وعلى أنشطتها خصوصا أنشطة المالية التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية وهنا شايفين اللواء محمود نصر يتكلم أن نحصل على 4.2% من ميزانية الدولة ووفقا لتصريحاته أن هذا أقل من نصف ميزانية التربية والتعليم على سبيل المثال وقال والله أن نحن ندفع الضرائب وميزانياتنا تخضع لمراقبة المركزي للمحاسبات من ضمن الحاجات هي فكرة الاكتفاء الزاتي أن نحن لدينا اكتفاء الزاتي في المؤسسة العسكرية فيما يتعلق مثلا بملابس الجنود فيما يتعلق بالغذاء فيما يتعلق بأمور أخرى وفي النهاية خالص مش كده وبس ده إحنا كمان بنضخ هذا الانتاج إلى السوق المصري لدعم سلع كثيرة ده شيء طبعا لا يمكن إنكاره ومش كده وبس هو كشف كمان أن المجلس العسكري قدم حوالي 12 مليار جنيه إلى مجموعة من الوزارات في الفترة الأخيرة وبعض الأمور تتعلق بتنمية سيناء نعم لكن فكرة ومجلس الشورى كمان والانتخابات احنا شفتنا الانتخابات والدار فيها وحتى الأزمة زي أزمة البنزين والسولر الأخيرة وإضراب النقل العام شفنا ضخ الأوتوبيسات مثلا بتاعت قاتل المسلحة ولكن الحديث هنا يتعلق بالرقابة أن تكون هذه الأمور واضحة وشفافة للرأي العام وده كلام يدور في الفترة الأخيرة أن تتم منقشة ميزانية المؤسسة العسكرية أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وقالنا تتطرق إلى مسائل تتعلق بالأمن القومي المصري مثل مسألة التسليح على سبيل المثال فهنا محمود نصري بيؤكد أن الكلام هذا معروف ومركزي المحاسبات بيراقب الميزانية وأننا لازم ندافع عن هذه المشروعات التي بيقوم بها الجيش المصري وكلم كمان عن نقطة قرد المنتظر من صندوق النقد الدولي وقال أننا محتاجينه في الفترة التي جاء هو قمته 13 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة وشكك في نفس الوقت من فكرة المساعدات بتاعة الدول العربية كان فيه كلام على الإمارات والكويت والسعودية وقطر فهو قال يعني أن يبدو أن هذا الأمر لن يأتي في الفترة المقبلة في كل الأحوال يعني أنا مش عارف ردود فعل الأحزاب هتبقى أي على هذا الكلام هل سوف يكون هناك مزيد من الإصرار على أن تكون هذه الميزانية معروفة للرأي العام أو على الأقل معروفة لممثلي الشعب وهو مجلس الشعب ومجلس الشورى أعتقد هذا ستكشف عنه الأيام اللي جاي من الأهرام سوف أولى انفراج أزمة البنزين واستمرار طوابير السولار نحن عندنا أزمتين مهمين جداً كانوا موجودين على مدار الأسبوعين اللي فاتوا هي أزمة البنزين والسولار وأزمة إضراب هيئة النقل العام موضوع البنزين والسولار ده الحقيقة من الموضوعات الغريبة جداً لأن هذه الأزمة بتتكرر وكانت موجودة في شهر يناير وكانت موجودة في شهر أكتوبر في 2011 وربانا يستمر ما يحصلش النهاردة تاني عشان اللجنة بتاعتبر وكان في تحذيرات طول الوقت مسألة السولار تحديداً وفي كلام على تهريب السولار في عرض البحر أو إلى غزة وأماكن أخرى وإلى ليبيا ولكن أنا استغربت من تصريح قاله المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول كان في مدخلة تلفونية مع أحد البرامج التلفزيونية فيقولوله يعني أنت إزاي الهيئة ما بتاخدش حذرها وما تستفدش من الأزمات وده شيء طبيعي جداً يعني توقع والاستعداد للأزمات ده أمر طبيعي جداً بل أن العالم بيتجه إلى أن أنت تخلص على الأزمة قبل حتى ما تظهر بوادر ليه عظيم فقال المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول هو أننا سنقدر البلع بوقوعه فالحقيقة كان رد فعل غريب جداً ويدل على أن لدينا مشكلة في الإدارة خصوصاً في الجزء الخاص بإدارة الأزمات والكوارث أياً كانت أننا ليس لدينا التوقع لا لدينا آلية للرقابة على السوق لدينا أكثر من ألفين ومتين سيارة نقل بانزينة سولار موجودة على الطرق لا أحد عارف تروح فين أو اللي جواها بيروح فين واللي بيوصل للمحطات إيه واللي بيوصل للمحطات بيروح فين بعد كده أعتقد أن الرقابة هي كلمة السر في هذا الأمر الأزمة الثانية اللي هي موضوع أوتوبيسات أوتوبيسات ده المصر اليوم صح أقول ألتوبيسات تعود إلى الشوارع بعد إضراب 15 يوم في مطالبات من موظفي وعمال النقل العام بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل وكان في مطالبات أخرى بالنسبة للحوافز أن تزيد إلى أن تصل إلى 200% الحوافز وحوافز الإثابة والمكافئات حصل أن قالوا لهم والله هنجيكم 200% ولكن أصفرت في النهاية أنهم دولهم 200 جنيه طبعا 200% حوافز تختلف تماما عن 200 جنيه حوافز نحن نتكلم على جاب كبيرة جدا فده اللي دفع العمال والموظفين إلى فكرة الإضراب والاعتصام أمام مجلس الشعب قاعد حوالي 72 ساعة واضطرت القوات المسلحة للدفع زي ما قلنا بحوالي 50 أوتوبيس بأسعار مخفضة وفي النهاية تم الاتفاق على أن هندرس هذا الموضوع لأنه هيحتاج إلى دراسة إزاي هنستقل بالهيئة دي علشان تدخل داخل وزارة النقل وأمورها المالية في الوقت ده هذا الإضراب كلف الهيئة 10 مليارات جنيه ده في خلال الخمستاشر يوم ده في خلال الخمستاشر يوم ولكن برضو نرجع تاني لكلمة السر وهي إدارة الأزمات هو أنا مش عندي أي أجهزة معلومات أو حتى القائمين على إدارة شؤون الهيئات في مصر مش عارفين لأنه ممكن يبقى عندي أزمة في هذا القطاع وبالتالي أبدأ أتحرك أخذ خطوات استباقية أعود مع العمال أو أضح لهم الخريطة الزمنية دائماً بدغيب عننا حضرتك ذكرت الحكاية من أولاً لأخير لكن اللي اتفقوا عليه في الآخر هم اللي اتفقوا عليها أن نحن ندرس موضوع نقل تبعية الهيئة لا أنا أصد أنه هو موضوع الشهرين وده تم الوعد بحل الهولي يعني تعرف الناس هو الأساس في الموضوع هو فكرة نقل التبعية إلى وزارة النقل وده بيتم دراسته بالإضافة إلى أن الوفد المفاوض حتى قال أنه ده أقصى حاجة لأننا نوصلها في الوقت الحالي مع الحكومة مع وعود بتنفيذ المطالبات المالية ولكن فيه تصريح الحقيقة أنا شاهد هناك تصريح خبيث شوية من نائب رئيسة هيئة النقل العام لما قال والله إحنا عملنا خسارة عندنا خسارة حوالي 10 مليون جنيه في الخمسشر يوم اللي فاتوا دول وبالتالي هتأثر على الحوافز والمكافآت والمرتبات اللي طلبينها العمي إنما هو اتفقوا برضو في الآخر وخلوا الناس تنزل يعني اقتنعوا أنهم ينزلوا بعد ما قالوا لهم أنه هتاخدوا شهرين عن كل سنة عن كل سنة ده بالنسبة للحافز بتاع الإثابة تمام طيب يعني موضوع الأهرام لأننا وقت الصحافة بتاعته خلص الأهرام سأقول استجابة لمطالب أهالي النوبة تشكيل هيئة عليا لتنمية جنوب السد العالي ده حضرتك تكلمت فيه بشكل يمكن مختصر آخر حاجة سريعا الشروق سوف حولها الأهل يقاطئ اتحاد القرى ويشكوه للمحكمة الدولية ده على خلفية مجزرة بورسعي طبعا والأحداث المؤسفة اللي حصلت واستشهاد 74 من المشجعي اللي الأهلي اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد القرى كانت أصدرت قرار بإيقاف أو تجميد نشاط النادي المصري لمدة سنتين وإيقاف اللعب على أرض ملعبه لمدة ثلاث سنوات النادي الأهلي شايف أن ده موحف جدا ولم يفي بالغرض ولم يكن يعني موازي لجسامة الأمر شباب الألترس معتصمين عند مجل الشعب ولكن الأهلي قرر مقاطعة أنشطة اتحاد القرى وشكوه إلى المحكمة الرياضية الدولية نتمنى حاسم هذا الأمر أيضا سريعا لأنه مش عايزين نخش في جدال آخر من نوعية بالأهلي والمصري يعني أمور مش مستحفة أستاذ محمد طلعة الهواري صاحب جريدة المصري اليوم شكرا جزيلا لحضرتك شكرا شاهدين أنا راكس عيد قبل ما انهي بس الصحافة أنا شايف أنه يعني الإعلام اهتم أكتر وأكتر في اليومين اللي فاتوا دول بوضوح أو توضيح للناس أن في مجهود من الشرطة المصرية بتقوم بي أو وزارة الداخلية بتقوم بعدة حملات وكشف جرائم أي نعم إحنا لسه برضو لحد دلوقتي بيحصل وبنشوف أحداث كتيرة مؤسفة ولكن برضو في نفس الوقت لازم نقول إن في إيجابيات بتحصل في نفس الوقت وخصوصا لو حضرتكم بتتفرجوا على القناة الأولى بيبينوا في قطاع الأخبار إيه اللي بيحصل بالزبط أو إنجازات يوم بيوم لقطاع وزارة الداخلية فاصل برغين